الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتر من مناسبة كان بيتكلم على ضرورة تجديد الخطاب الديني البعض كنشايف أن احنا مش بس محتاجين تجديد خطاب لا احنا محتاجين تجديد فكر وأي تجديد وأي معارفة حقيقية بتستلزم بالضرورة فكرة أنك انت تسأل تتساءل لأنه زي ما بيقولوا العلم خزائم ومفتاحها السؤال أفتكر أنه بعض الزملاء خارجي كلية الإعلام كانوا بيحكوا لي أنه لما الراحل العظيم الفيلسوف الدكتور حسن حنفي كانوا وهم لسه بيبتدوا رحلتهم العملية داخل الكلية بيسمعوا أول سؤال من البروفيسور حسن أنه في أول محاضرة أول سؤال من هو الله؟ ده السؤال اللي كانوا بيسمعوه من الدكتور حسن هذا الرجل وقتها كان كل هدفه أنه يخلي عقلهم يشتغل يحسهم على التفكير بيشغل عقلهم العقل اللي هو الميزة الوحيدة اللي بتميز الإنسان عن بقية المخلوقات والتفكير اللي شافه الأستاذ عباس محمود العقاد فريضة إسلامية وشافوا بعض ضيوفنا هنا في هذا البرنامج أنه فريضة إنسانية وأعلى درجات التفكير هو التفكير الناقد المتأمل لأي شيء مهما كان والقيمة الحقيقية لأي إنسان هو قدرته على التفكير الإيجابي والقيمة الأكبر هو إنه يحرضك أنت تحديدا على التفكير بقول هذا الكلام بمناسبة الجدل المطار حول ما قاله الأستاذ إبراهيم عيسى منذ عدة أيام وده مش معناه إن إحنا بنؤيد أو بنرفض ما قاله الأستاذ إبراهيم عيسى إحنا بنقول الكلام ده لإن الجدل اللي داير يخليك تسأل نفسك كذا سؤال ممكن نعمل حلقات عنها السؤال الأول هل إحنا بنعرف نفكر وقبل كده هل عندنا ثقافة الاستماع إنه الاستماع ثقافة هل موجودة عندنا هذه الثقافة هل عندنا القدرة على المناقشة ورد الفكرة بالفكرة والكلمة بالكلمة مش عايز أقول لحضراتكم إنه كتير مننا بيفتقد لكل هذا اللي أنا قلته ومن سنين طويلة مش من مبارح يعني ولا النهاردة ويمكن للأسف إحنا بننسى لكن هنفكر بعض لما كنا في أواخر التمنينات أوائل التسعينات الراحل دكتور فرج فودة كان عنده مجموعة من الأفكار المختلفة اللي كانت ساعتها كانت جاية عكس التيار السائد وعكس التيار المألوف ولما هذه الأفكار أخدت مساحتها من الجدل ومن القيل والقال تم عمل مناظرة شهيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بين الدكتور فرج فودة ومن طرف يعني والطرف الثاني مجموعة من رجال الدين كان على رأسهم الدكتور محمد غزالي والدكتور محمد عمارة وكانت مناظرة يعني حضرها عدد كبير جدا ما كانش فيه مكان لقدم بين الجمهور يمكن حضراتكم لو رجعتوا على اليوتيوب هتشوفوا هذه المناظرة وكانت عبارة عن أنه كل فريق بيقدم حججه على كلامه وبيدافع عن وجهة نظره أفتكر كويس أنه هذه المناظرة اللي هي موجودة على موقع الهيئة العامة للكتاب أنه في نهايتها الدكتور فرج فودة كان بيخاطب الشيخ الغزالي وبيقول له أنه بيسمع له يعني فرج فودة بيسمع للشيخ الغزالي بيسمع له بقاله 25 سنة وأنه بيجلوا وبيحترموا إنسانيا وعلميا ولكن كمان أفتكر أنه من ضمن اللي قاله الدكتور فرج فودة في هذه المناظرة قال هذه العبارة بيقول أنه أو ما معناه يعني بيقول أنه لا يضمن أنه لا يقتل بعد هذه المناظرة وللأسف ده اللي حصل المناظرة كانت في يناير 1992 ودكتور فرج فودة اتقتل في 8 يونيو في واحدة من أبشع الجرائم اللي عاشتها واللي شافتها مصر الموضوع ده ما انتهاش يعني ما انتهاش عند فكرة مقتل فرج فودة لكنه في نفس الوقت قتل معاه التفكير عند ناس كتير هؤلاء الناس استسلموا للصورة الراسخة اللي كانت بتحاول تصدرها في ذلك الوقت جماعات تكفيرية وإرهابية خلت الناس هذه الجماعات يعني خلت الناس عبيد لأفكارهم سواء كانت هذه الأفكار صحيحة أو مش صحيحة لكن هي كانت غير قابلة للنقاش يعني ميش محل جدل طبعا احنا بنحترم كل الأراء ويمكن ده يخليك ما تستغربش من اللي يعني هتشوفه من الجدل الدائر حوالين كلام الأستاذ إبراهيم إيسا اللي أنا شايفه أنه معظم الناس اللي بتتكلم على المنصات المختلفة هي ما بتقولش رأيها في اللي قالوا أو خلينا نقول ما بتحاولش أنها تفكر أو ترجع تقرأ وده المفروض يعمله أي رأي مخالف لقناعاتك وتفكيرك للأسف الناس بتنصب من نفسها حكام كل على الآخر الناس بتحاول تقتال إبراهيم إيسا معنويا دون النظر أو دون التأمل أو دون التفكير في ما يقوله إبراهيم إيسا أنا لست مع أو ضد كلام إبراهيم إيسا لكن كل اللي كنت تتمنى أن كلام إبراهيم إيسا يحر يحث على التفكير مش التكفير التفكير وليس التكفير أنه يكون دعوة للتأمل أنه كلامه ده أو غيره يفتح باب واسع للتمحيص والتدقيق لما اللي حصل العكس تماما بهذه الطريقة أنت ممكن تقتل كل محاولة جديدة للتفكير لذلك نرجو أن نحن نعي ونوقن أن نحن محتاجين مساحة للهدوء مساحة للحوار البناء مساحة للمناقشة الجادة والمتأنية لكل ما يعرض علينا من أفكار حتى ولو اصطدمت هذه الأفكار مع قناعاتنا على السبب وغيره